الله يشوف نحن دائماً نذكر في عدة مناسبات في الإعلام في اللقاءات السابقة هذه السنة هي سنة من السنوات الصعبة الواقع لأن هذه لم نسجن منذ سنين طويلة تدني في وارداتنا المائية مثل ما سجلنا في هذه السنة يضاف إلى هذا الخزين المتاح لدينا في السدود وخزانة هو أقل ما مسجل أيضاً لكن هناك ظاهر وما حدث الحقيقة كان إلى تأثير إيجابي وعلى تغيير المعادلة بعض الشيء الذي حدث أنه كانت هناك أمطار جيدة ساقطة في الوسط وجنوب جيدة هذه الأمطار الأخيرة نعم من نهاية شهر تشرين الثاني في العام الماضي واستمرت هذه أعطت فرصة للمزارعين أن يتوسعون بالزراعة في مساحات كبيرة كانت الخطة الزراعية محددة بمليون ونص دونم عندنا نظر بها بعد سخوط الأمطار في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي طبع إلا وجدناها إلى مليون ونص دونم طبعاً لكن الواقع الفعلي الذي حدث استمرار الأمطار شجعت المزارعين أن يبالغون في زراعة الأراضي الزراعية هذا راح يضاعف الزراع ضاعف بشكل كبير بحيث هسا أحنا من صور الأقمار الصناعية وجدنا أنه مجموع المساحات المزروعة جازت ستة مليون دونم على المياه السطحية هذه والخطة مليون وخمسين مليون لا مليون ونص مليون ونص صارت مليون ونص صارت ستة مليون دونم أي أكثر من ضعف المساحة المقررة هذه مشكلة كبيرة مع المساحة نعم المشكلة وين أنه لو كان أيضاً لم تسقط الأمطار الأخيرة